ده لوحده لو عاوز تبص عليه بعين مش هقولك تبص على كل السياق اللي حصل من 2014 لحد دلوقتي لا بص على زيارة رئيس الوزراء الياباني للقاهرة البروتوكولات والتعاونات اللي كانت بتطمدي النهاردة وحضرتك شايفها صوت وصورة دي مجرد زاوية لقطة من المجهود اللي تبزل في مصر عشان نوصل لشراكة استراتيجية مع اليابان خليني أستأذنك نسمع ونشوف مقتطف من كلمة الرئيس النهاردة وبعدين نرجع نكمل الكلام وأود أن أؤكد على ما نحمله في مصر من مشاعر تقدير بالغ واحترام لإسهام اليابان في دعم مصاري التنمية وانخرطها المخلص في دعم المشروعات الوطنية في مصر والتي أذكر منها المتحف المصري الكبير الذي يعد المتحف الأثري الأكبر في العالم لعرض القطع الأثرية المنتمية لحضارة واحدة والذي نتطلع أن يكون بيننا في حفل افتتاحه دولة رئيس الوزراء بالإضافة إلى مشروع المدارس المصرية اليابانية والذي رأى النور في سبتمبر 2018 ويتضمن تطبيق نظام التعليم الأساسي الياباني التوكاتسو في المدارس المصرية إلى غير ذلك من المشروعات المتعددة التي تقف شاهدة على الصداقة بين البلدين والتي لا يتسع المقام لسردها جميعاً علاوة على مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب الذي يعد نموزجاً ناجحاً للتعاون الثلاثي بين اليابان ومصر مع الأشقاء الأفارقة ترجمة نانسي قنقر